نحمي نفسي تدينا يعني آية من السفر تبقى زي مفتاح لي آية مفتحية لي الآية المفتحية الشهيرة في السفر ده في إصحاح واحد عدد 8 لما المسيح بيقول لتلاميذه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض والحية الآية دي بتوضح دور الكنيسة على الأرض في الشهادة للمسيح رأسها المقام والممجد في الأعالي وعلشان الآية دي آية مفتحية استخدمت كمان زي ما سمعنا في تأسيمات أعمال الرسل إلى ثلاث دواير أرشاليم اليهودية والسامرة ثم إلى أقصى الأرض وده ييجي بينا لنهاية السفر لكن كمان البعض على اعتبار أن السفر ده بيؤرخ لبداية الكنيسة ودور الكنيسة على الأرض كيف بدأت ونمت وامتدت إلى أقصى الأرض بيعتبر الممارسة اللي المؤمنين كانوا بيواصبوا عليها برضو مفتاح للسفر في إصحاح 2 وعدد 42 يسجل وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات دي كمان مفتاح للسفر